ورجعنا لكم ومعنا النهاردة الضيف مميز جدا هو واحد من أشهر اليوتيوبرز المهتمين بالسفر والسياح بيقدر من خلال الفيديوز بتاعته انه ياخدنا في مغامرة ونروح بلاك كتير ونقابل جنسيات مختلفة وكمان نشوف هم عايشين ازاي مش بس جوه مصر كمان برا مصر ووصل عدد المتابعين عنده لمليون واربعين الف فالور وكمان حصل على الدرع الدهبي من اليوتيوب معنا النهاردة منوارنا في السوديو ترانز اليوتيوبر والرحالة كريم اسعي هاي كريم هاي العبور الحمد لله عامل ايه قلوا تنمي الحمد لله انت عامل ايه تمام احنا موصولين جدا ان انت معنا النهاردة يا كريم واول حاجة عايزين نبتزي معاك نعرف انت ازاي بتديت ازاي بتديت في الاول بدأت حاجة اسمها يوميات مصري في الغربة كنت انا استفارت انجلترا وبدأت ان انا اعمل فيديوهات بتوسق حياة واحد مصري عايش في انجلترا او يوميات بمعنى صح وبعد كده قررت ان انا اعمل ده على اليوتيوب وعلى الفيسبوك ودي كانت البداية اعتبر سنة 2000 واخر 2016 اللي هي كانت كريم يوميات مصري في الغربة صح كده صح اول فيديو نزلته كان عن ايه اول فيديو كان اه 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 افتكر كان عن معاناتي مع اولادي في اللغة العربية ان هم يتعلموا عربي كانت معاناة بالنسبة لي فكنت حاب جدا ان انا اعمل ده كفيديو عشان الناس برضو بتقدر تشوف قد ايه الموضوع ان هو مش سهل طبعا فده كان اول فيديو انا عايز اقولك حاجة يا كريم ان دلوقتي كمان فيه ناس كتير بتعاني من موضوع حتى جوه مصر ان ولادهم مثلا في مدارس اجنبية او انترناشنل سكولز والحاجات دي فالعربي بتاعهم واحنا جوه البلد ما بيبقاش كويس ودي مصيبة دي حقيقة طب واتصرفت معاهم ازاي في الموضوع ده والله احنا لسه نتصرف حد الوقت يعني هو الموضوع ما اخلصش هو حد الوقت يشغل طبعا ايه معاناة مستمرة بالحياة والليهان طيب ايه اول فيديو فيديو لقيت عليه اقبال وشجعك ان انت تكامل والله كان فيه كذا فيديو كان كل حاجة ليها علاقة ممكن ثقافات جديدة بعرضها او مكان جديد بسافره فكان فيه حاجات حصلت في انجلترا وبعد كده مثلا سفرت الصين قبل الكورونا مثلا كانت ده برضو كان فيه فيديوهات خوية من الصين جيت مصر برضو اعملت فيديوهات من مصر سافرت سيوى سافرت مارس عالم فروحت اماكن كثيرة جدا يمكن ناس ما تروحهاش او ناس ما ما تعرفش على حاجة صنف مصر مثلا ناس ما كانتش تعرف ان فيه في مصر امازيغ والنسيوى جميلة وفيه اماكن كثير جدا في مصر يعني محدش راحة قبل كده فكانت بالنسبة للناس حاجة جديدة من يتشوفها اشتركوا في القناة